اشتركوا في القناة واليس كمان مهمة جدا في ملفات عديدة تخص النادي الاهلي في الساعات الاخيرة وفي الفترة المقبلة ايضا فوز الاهلي بالامس على بيرامدز بثلاثة اهداف مقابل هدفين انتصار مهم جدا في توقيت هام جدا في مشوار المنفسة على لقب الدوري وصراع الصدارة مع بيرامدز خلال الفترة المقبلة انتصار مهم ولكن الدوري ما زال هناك مشوار طويل ولم يحسن اي شيء خلال الفترة الحالية ما زالت هناك مباريات هامة جدا للنادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية بالتأكيد محتاجين نكسب كل المطارات اللي جاية لسه في مباراة تانية مع بيرامدز يوم 22 سبعة ولكن قبلها يكون في مباراة اهم مع مودرن سبورت يوم الثلاثاء المقبل حالة النهاردة يكون فيها كاوليس بخصوص هذا اللقاء التفاصيل المتعلقة المكاسب الإجابية للأهلي لان المكسب مش الثلاث نقاط فقط او الاقتراب من بيرامدز على الصدارة لا فيه تفاصيل النهاردة هنرصدها وهنتكلم عليها وكمان كولر كيف نجحة في اختناس اهم ثلاث نقاط في الدوري خلال هذا الموسم بعد الفوز على بيرامدز في ظل تحكيم سيء جدا واخطاء تحكمية كادت ان تؤثر على نتيجة اللقاء ويخرج الاهلي فاقضة لنقاط مهمة في مشوار الدوري العام كمان هنتكلم النهاردة على السوبر الافريقي بين الاهل والزمالك والذي تحدد رسميا بالامس بعد اعلان اقامة اللقاء في المملكة العربية السعودية يوم 27 تسعة كواليس اقامة اللقاء ملعب المباراة التذاكر الحضور الجماهيري المكافآت البطولة كيف تم اتخاذ القرار في الساعات الاخيرة هل كان هناك عروض اخرى كل التفاصيل دي بالتأكيد هنتكلم عليها بشأن لقاء السوبر وبطولة جديدة بإذن الله ان شاء الله تنتظر الاهلي بعد اقل من حوالي شهرين في المملكة العربية السعودية تفاصيل كتيرة حلقة فيها مفاجآت مهمة جدا ولكن عشان وقت الحلقة نروح لسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة عايز اعرف رأي حضراتكم في اداء الاهلي امام بيراميد ومن افضل لاعب في المباراة من وجهة النظرة تقدروا تشاركوا معنا في الاجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الاخير هستعرض اكبر قدر من توقعاتكم واراءكم على اداء الفريق ومين افضل لاعب قبل المباراة سألنالكم مين افضل لاعب والبعض توقع يعني كالحسين الشحات ممكن يكون من اوف زماتش وبالفعل ده حصل لكن برضو النهاردة فرصة نستعرض كده الاراء من خلال متابعتكم للمباراة الامس واكيد ان شاء الله هلنستعرض كل ده في الجزء الاخير من برنامج الترين لكن دلوقتي نروح لي اهم العنوان البداية في تريند الاهلي الفريق يغلق ملف بيراميدز ويبدأ الاستعداد لمودرن سبورت وكمان رسميا الاهلي يواجه الزمالك في السوبر الافريقي 27 ستمبر وفي التريند المحلي المنتخب الولمبي يواصل استعداداته لفرنسا او بفرنسا المنتخب الولمبي الحمد لله وصل بسلامة الله في بداية هذا الاسبوع لمعسقر اعداد جيد جدا للدورة الولمبية اللي ان شاء الله هتقام في باريس في نهاية هذا الشهر لكن بدأ المعسقر خلاص في مدينة بردو واخد مباراتين ودياتين مباراة بكرة ومباراة ايضا بعد حوالي ثلاثة ايام كل توفي يا رب بإذن الله لمنتخبنا الولمبي نروح لاستعراض مباراة اليوم والنهاردة في جولة جديدة من مباراة الدوري المصري والساعة التاسعة من مساء اليوم خاصة بعد الموعيد الجديدة خلاص البنك الاهلي النهاردة عنده مباراة مع فريق سمح يمكن دي المباراة الوحيدة النهاردة وكلنا عارفين ان من بكرة ان شاء الله الكل هيكون على اهتمام كبير جدا ومتابعة كبيرة جدا لنهاء اليورو بإذن الله هيقوم غدا الساعة العاشرة مساء مشاهدة ممتعة بإذن الله لكل السادة المشاهدين دلوقتي نخرج الى فاصل ثم نواصل بالامس الاهلي كسب بيرامدز بثلاثة اهداف مقابل هدفين عشان يرتفع رصيد الاهلي في النقاط الى ستين نقطة بفارق تمن نقاط عن بيرامدز المتصدر بتمانية وستين نقطة ولكن يتبقى للاهلي اربع مباراة مؤجلة بيرامدز حاليا لعب تمانية وعشرين مباراة متبقيله بالضبط ست مباراة على نهاية المسيب ولكن امام النادي الاهلي عشر مباريات مباراة يوم اتنين وعشرين سبعة اكيد نتيجتها تكون مؤثرة بشكل كبير تأكيدا لنتيجة لقاء الامس المؤجل في الدور الاول لو عايز اتكلم على المباراة احنا بنشوف الاهداف مع بعض لان مطش مبارح بصراحة كان مطش ممتع مطش تتفرج عليه مستمتع باداء الفرقتين على فكرة سواء الاهلي او بيرامدز الهدف الاول لوسام ابو عالي في الديئة السبعتاشر من السست رائع جدا من نجم الاهلي المسيب الحالي حسين الشحات اللي عمل مباراة على اعلى مستوى هجوميا ودفاعيا ووسام ابو عالي دلوقتي دخل برصيد عشر اهداف ضمن سلسلة الهدفين او على فكرة الصراع على مين هيكون هدف الدور السنادي يعني فرق ثلاث اهداف ما بين وسام ابو عالي ولاعب فريق بيرامدز لاعب الكونغو الدموقراطية اللي بالتأكيد امبارح احرز الهدف الاول في مرمى النادي الاهلي فيستون ميلي طبعا اداء متميز جدا للعب النادي الاهلي مبركة نتصعبة جدا وشافيه الاهداف وهدف افشة مركة مسجلة الهدف الثالث اللي هو بثابة القضية كان هدف مجد افشة وعلى استاد القاهرة وفي نفس المكان ويوم الجمعة تقدر تقول خلاص بقت مركة مسجلة ده اهداف محمد مجد افشة لعيب كده تحس ان هو فيه شيء لله بصراحة بامانة والله محمد مجد افشة لعيب على المستوى الانساني تحب تقعد معه وتتكلم معاه وعلى المستوى الفني لعيب عنده قرى عالية جدا نزل الامبارح في الضيئة 82 والمطش متقهرب واثنين اتنين عشان يستلم قرى في مكان زي ده عشان يتقرر المشهد مباراة اهل وزمالك نهاية افريقيا مباراة القرن ومباراة امبارح ممكن تحسن بنسبة كبيرة بطولة الدوري ويحرز الهدف في نفس الزاوية وفي نفس المكان عشان تكون قطية جديدة زي ما حصلت مع الزمالك امبارح اتقررت مع بيراميدز وهو افشة ما بيلحبش دايما في الزاوية إلا في المكان ده وهو ما بيحبش يلعب في الزاوية دايما معدد اهدافه وبيلعب وبيسدد في نفس المكان طيب عايز اقول لكها لحاجة كمان مهمة جدا الناس بتتكلم على الثلاث نقاط والاهداف الرئال احنا شايفينها امبارح والمباراة اللي كانت ممتعة ولكن انا شايف الاهل امبارح مكاسبه من المباراة اهم كتير كتير من الثلاث نقاط لسه الدوري مستمر ولسه الاهل متبقيله عشر مباراة في الدورة ولكن مكاسب الاهل من مباراة امبارح تتلقص في عناصر عديدة اولا حسين الشحات والتحدي اللي كان عنده مبارح نازل وبيلعب هدوء اتزام تركيز من افزمتش ساهم في الهدف الاول لوسام ابو علي تسبب في ضربة الجزاء اللي حرزها وسام ابو علي لعب مباراة تسعين ديئة دفاعيا وهجوميا حتى الارتباك اللي كان في المشهد كان عند المنافس ما كانش عند الاهل فده يندل على شيء بيدل ان عندك لعب كبير امكانياته كبيرة قدراته كبيرة فاول مكسب امبارح يأكد ان كل الكلام اللي بيتقال بقاله اكتر من سنة على مشكلة كان بيتعرض لحسين الشحات اتقفلت بالضب والمفتاح بالدليل ماتش امبارح نزل تركيز كبير جدا عمل مباراة هيلة جدا واكبر دليل على كده كمان مساهماته واداءه في المباراة ده رقم واحد وده اهم مكسب الاهلي اهم مكسب لفري الاهلي في ماتش امبارح وبعدين حسين ايه من لحظة الانطلاقة من لحظة البداية تسعين دقيقة ده على اعلى مستوى فبجد بجد اهم مكسب المكسب امبارح كان حسين الشحات المكسب التاني لما تتفرق كده على المباراة وتشوف خروج امام عشور انا مش عايز اعمل مقارنات مع الناس تانية وفينا تانية هنتكلم على الاهلي وفرحتنا بفوز الاهلي وكلامنا على الاهلي بس عشان الناس اللي دايما بتاخد الاهلي في سكة تانية خالص وتقول لك ازمات ومشاكل جوا قط اللبس امبارح امام عشور متغير في الديها 82 شوف لحظة احراز افشا للهدف من اول واحد على الدكة كان بيحتفل مع محمد مجد افشا كان امام عشور يبقى من المكسب التانية للاهل امبارح لحظة احتفال امام عشور مع محمد مجد افشا لنزل مكانه وكمل التمن دقايق بخلاف الست دقايق وقت ضايع ربع ساعة لهابهم افشا نزل سجل الهدف التاني اهو بص مين اللي شايل محمد مجد افشا امام عشور بص مين اللي بيحتفل بمحمد مجد افشا ده امام عشور بص افشا كمان بيشقول لجمهور النادي اللي بيلوهم ايه انتوا على راسي من فوق والفرحة دي لكنتوا دي مكاسب على فكرة اللي بيحب الكورة بجد يدور في تفاصيلها ولما تدور في تفاصيلها لازم تطلع النقاط الايجابية اللي شفناها واللقطات اللي ممكن تتكلم عليها في مباراة امبارح اللي بيحتفل بهدف افشا وفرحة افشا امام عشور اللي خرج ونزل مكانه في الشوت التاني في ديئة التامنة او في اخر تمن دقايق من المباراة الحاجة التالتة محمد مجد افشا الهدف بالنسبة له امبارح بعد كلام كتير جدا تعرض له في الفترة الاخيرة بمثابت كده ايه لحظة فارقة يقول للناس انا لسه موجود انا كل الكمال اللي كان بتقال ما اصرش فيه دايما تركيز هيكون مع الفريق هدف مهم جدا انا بقول لكم مكسب امبارح مش الثلاث نقاط بس والفوز على بيرمز المكاسب الاهل امبارح كانت بالجملة وانا بعدد معاكم هدل الوقتي بالتفاصيل وعناصر اللي انا شايفها وكل الناس شايفها المكاسب اللي ممكن يكون خرج بها فريق الناس الاهل المكسب الرابع طبعا المكسب التالت قفشة زي ما قلت وقضية جديدة وبننتظر قضية تانية بإذن الله يوم الجمعة 27-9 ولكن المكسب الرابع اليو ديانج بعيد تماما عن المشاركة وما بيشاركش بشكل اساسي وحتى كانش بديل لفترة طويلة جدا مبارح اليو ديانج بينزل مكان مروان عطية من الديئة كام من الديئة 74 لعب ما يقرب من حوالي 22-23 ديئة زبط نص الملعب الدفاعي مع أقرم توفيق ولما نزل إمام عشور لما خرج إمام عشور ونزل أفشا وكمل الجزء الهجومي حسيت أنه في روتيشن ونص ملعب بالفعل أقوى لعيب بتخط وسط ملعب في مصر هو لعيب تلنادي الأهلي قال يو ديانج اللي الكلام بتقال كتير وممكن ينتقل يعني في حال حسم الدوري مبكرا وفي عروض ومش عروض والكلام ده كل بينزل إمبارح بيقدر في شكل كويس بينزل إمبارح رغم أنه بعيد تماما لكن بيقدر في شكل كويس ده معناه إيه؟ إن الأهلي ما عندهش أساسه وإحتياطه الأهلي عنده فريق كامل متكامل يقدر ينافس به على الدوري وينهي المسابقة كمان مبكرا أنا بقول لكم الأهلي كان داخل رهان كبير جدا من بعد ماتش الترجي سيب الأهلي عنده مؤجلات كتيرة إحنا نلعب وندغط الأهلي وانقرر نفس الكتالوج والسيناريو اللي حصل من سنتين ولكن تتفرج 12 انتصار متتالي للنادي الأهلي فرقة بتحتفل بانتصارات متتالية ولكن نسي إنه لسه ملعبش الأهلي نسي إنه لسه مواجهش بطل الدوري نسي إنه لسه مواجهش وملعبش مع بطل إفريقيا فالانتصارات المتتالية إمتى تحتفل بيها لما تخلص مباراتك مع النادي الأهلي وممكن تحتفل ولكن بعد صفرة النهاية ولكن أثناء المباراة صعب تحتفل ولسه المباراة في الملعب الإيجابية الخامسة أو العنصر الخامس كريم فؤاد هل كان حد يتخيل في ظل غياب علي معلول إن كريم فؤاد الباك رايت أو الهوف رايت ممكن يلعب ويتقلق ويوجيد في مركز الزهر الأيصر أكثر المتشائمين ما كنوش يتخيله ده والناس كتير قالت تفين كريم الدبيس ده كريم الدبيس هيوصل في مرحلة ممكن يكون موجود مع المنتخم الأولمبي تفين أحمد نبيل كوكا عندك دهية اسم مبارس الكولر ليه؟ عارف إن في لحظة من اللحظات في لعبة مهمة ممكن في السن الأولمبي تكون موجودة مع المنتخم الأولمبي فبحضر نفسه من بدري لا اعتمد على كوكا ولا اعتمد على كريم الدبيس ولعب بكريم فؤاد مباراة ورات تانية ماشي بشكل كويس ومبارح كان صمام أمان في مركز الزهر الأيصر ولا قادر تشوف فيستون ميلي ولا قادر تشوف فخر لقاي ولا وليد الكارتي كان ظاهر ولا نص ملعب برمتز مبارح كان موجود في الملعب مبارح كانوا مش ظهرين في الملعب لعبت النادي الأهل كانت رجالة من أول دقيقة لغاية آخر دقيقة حاجة تانية تتكلمنا على كريم فؤاد وعلى ديانجي وقفشة وإمام عشور وحسين الشحات مبارح بيلعب معاك في مركز ظهر الأيمن مين لمحمد هاني ولا عمر كمال ده خالد عبد الفتاح اللي جاي من بعيد خالد عبد الفتاح اللي جاي من بعيد وأي جهاز فني ممكن يجي له توطر كده وارتباك في المشهد لما يلاقي عمر كمال يوم المباراة الصبح بيخرج من المعسكر نتيجة نازلة معاوية ألف مليون سلام على عمر كمال عبد الواحد فالناس تقول لك ممكن يا محمد هاني ولكن كولر بقول لكم دهية دهية فلسافة جديدة وأداء جديد وأداء مختلف الرجل بصراحة بحق أرقام وإنجازات يعني نقدر نقول بيقرب بنسبة كبيرة من أرقام منه والجزئ يلعب بمين بخالد عبد الفتاح يلعب مين بظاهر الأيسر كريم فؤاد ياسر إبراهيم المتقلق نتيجة إصابته دفع برامر ربيعة ماشي بشكل كويس مع عبد المنع طبيعي جدا تحصلها فواد دفاعية طبيعي جدا ولكن في النهاية الأهل قدر في النهاية يعمل إيه يكسب نص ملعب قوي في تشكيل أساسية أكرم توفيق اللي جاي من بعيد بقى له فترة بقى أساسي ماروان عطية إمام عشور إمام مستوى رجع شوية والناحية البدنية أو الفنية جات في الجزء الأخير محتاج تعمل روتيشن نزل أفش شلت ماروان نزلت ديانج عايز تغير في النحية الجمية في ظل غياب مين في ظل غياب كهرباء رحيل مودست عدم وجود أحمد عبدالقادر في التشكيل الأساسية دفعت بحسين الشحات المتقلق لبلعب أيمن أو أيصر أو ممكن للعب تحت راس الحرب وسام أبو علي عشر أهداف في فترة زمنية وصيرة جدا وبينافس على لقب هداف الدوري طاهر محمد طاهر إنبارح كان عمل جيم دفاع على أعلى مستوى كان ليه دور دفاع بصوا الفكرة مش ثلاث نقاط وفوز على بيرامدز أنا قبل المباراة قلت لكم على فكرة الأهل كعب عالي على بيرامدز وقلت لكم الضغط العالي هيكون على بيرامدز بيرامدز اللي محتاجي يكسب الأهل مش الأهل اللي يكسبه عدد المباراة المؤجلة مع فارق النقاط يدي الأفضلية للأهل ينلعب بأرياحية ولكن تبصوا على المباراة كل العناصر دي شفناها مبارح في التسعين دي عشان جدا الأهل قدر ينجز ويفوز بالمباراة ولكن على الجانب الآخر بقى لما تبص على المباراة كل الحاجات الإجابية اللي احنا قلناها دي كان للأسف كان ممكن شوية تراب كده على الترطة الحلوة دي كان يبوز الطبخة ويبوز الكيكة الجميلة والترطة الحلوة اللي بتفرج عليها بسبب اختيار طاقم تحكيم أسوأ مما تتخيل طاقم تحكيم لم أكن أتخيل أن يكون بهذا السوق حتى لو طاقم أسباني حتى لو طاقم دولي حتى لو أدار مباراة الريال وأتليت كومدريت في السوبر الأسباني في المملكة العربية السعودية ولكن مش معقولة يا جماعة يعني الحكم دا جاي من البيت الرجل دا جاي من البيت على القاهرة يحكم مباراة لا تحرقات سليمة ولا قرارات سليمة وأخطاء مؤثرة كتير جدا الفار يبدو أن كان فيه اتفاق امشي مع قرار الحكم الموضوع كله كده برمته ما كانش مريح بكل أمانة ما كانش مريح أولا الناس هتقعدة بتتكلم على ضرب الجزاء حسين الشاحات اللي بالمناسبة على فكرة ضرب الجزاء سليمة ضرب الجزاء حسين الشاحات ضرب الجزاء سليمة ولكن عشان تعرفوا أن فيه نزع لنا من انتصارات الأهلي اختصرت أداء التحكيم السيء اللي كان ضد الأهلي في ضرب الجزاء حسين الشاحات عد كده معايا من البداية كرت أحمر وطرد لكريم حافظ نتيجة دخوله على حسين الشاحات لا الحكم حسب فاول ولا دا انذار ولا الفاركن موجود الفاركن في المصيضة دا واحد اتنين ضرب الجزاء لمحمد عبد المنعم في الشوت الأول لا الحكم حسب فاول حتى ولا ضرب الجزاء ولا حتى الفاركن متواجد ولا المساعد رفع حتى راية لحكم الملعب حكم الساحة قدي اتنين تلاتة ضرب الجزاء لإمام عشور في الشوت التاني إذا ما كانتش الرجبة في الرجبة تبقى بالدفع من أحمد سامي والحكم ولا هو هنا والفار في المصيضة كالعادة قدي تلاتة أربعة تسلل تسلل الهدف الأول والتاني البيراميدز فيهم شكل بير جدا في تسلل نتيجة إن الزوايا اللي تم يعني الهدف الأول البيراميدز تحديدة الزاوية اللي تم رصد فيها نقطة التسلل فيها كلام وفيها منقشات والإخراج مبارح للأسف كان سيء جدا في وضع الكاميرات وكان أخذ اللقطات نفسها والحتى المخرج أو حتى الغرفة الفار ما كانش عارف يشتغل أو ما كانش عارف يشتغل صح مش عارف إزاي فهدف الأول بيراميدز نفسه كان فيه تداخل مع محمد الشناوي وكان المفروض ساعتها الفاري يستدعي الحاكم عشان يشوف التداخل أثر في حركة الشناوي ولا لأ أثر فيه تصرف الشناوي وفيه تعامله مع القرى العرضية ولا لأ يعني أهداف بيراميدز فيها كلام الأهلي ليه ضربات جزاء وكان فيه كارتة أحمد كان ممكن يكون مؤثر جدا بصوا القرى العرضية بتعمل من الشيبي تمام فيه العم بيراميدز طلع براسه آه القرى في الهوى بس طلع بصوا بصوا القرى بتلعب من أولها بصوا على فخر لقاي وقت ما القرى طلعت من رجل الشيبي كان فين كان متسلل هل متداخل ولا مش متداخل هل دخل مع الشناوي ولا ما دخلش مع الشناوي كمل كده اللعبة هتلاقي عمل إيه ساعتها طلع براسه وبالتالي ممكن يكون خد نظر الشناوي فيها كلام ده لو عايز حل التحكيم بنسبة 100% فيها كلام نفس الأمر لعبة التسلول والهدف الأولاني فيها كلام الزاوية اللي اتخذت في الهدف الأولاني للعبة بيراميز تسلل ومش تسلل انت بتاخد من الرايت انت ما تاخد من الميدل يعني انت بتاخد أني زاوية بتحط نوع التسلل في أني زاوية فيها كلام فالناس بتتكلم على الأخطاء التحكمية المؤسرة الأهل مبارح لولا الأخطاء دي كان ممكن يعمل سكور على بيراميز على فكرة لما يطرت كريم حافظ في أول دقايق من الشوت الأول تفري كتير على فكرة وعلى فكرة مدار بيراميز لما حس بالخطر شال كريم حافظ ونزل الشيبي لأن كريم كان ممكن يضطرت تاني الفاولات عكسية في نص الملعب قرارات كلها ضد الأهل أنا مبارح كنت حاسس كده الوضع مش كويس وعشان كده ماتش يوم 22 سبعة بطلب من اتحاد الكرة أرجوكم جماعة أطلبوا حكام بالإسم هو أنتوا ليه دايما بتوجهوا الطلب كده لأي اتحاد تقولوا أنا عايز حكام من أسبانيا ما تختار شوف مين أفضل حكم في أسبانيا يقولوا أنا عايز الحكم الفناني الفلوس اللي رايحها لك على فكرة فلوس مش قليلة يعني الفلوس اللي جاء لك من النادي الآلي فلوس مش قليلة ولو حسبنا كده الفلوس المدفوعة بالورقة والقلم وعملنا فواتير الآلي دفع فلوس أكتر من اللي انت طالبها يعني انت المفروض القيمة استخدام الحكام ما بتوصلش لـ 30-40 ألف دولار ولكن انت بتطلب الرقم ده فالآله بيسددها لو حسبنا مع بعض بالفواتير هل الطاقم بالسفرية بالإقامة بالتنقلات تستدعي كل هذا الرقم أنا أشك وبالتالي ماتش 22-7 في حكام أجانب والأهل طلب قبل كده حكام أجانب ماتش 22-7 زي ماتش الأخير وماتش الزمالك أتمنى بقى يجي حكم بجد لأن الماتش اللي جاي الغلطة فيه فورة ماتش اللي جاي الأهل يكسبه الدور بنسبة كبيرة هيكون خلص بدري بدري وده يفرم على الأهل فيما بعد لأن الأهل داخل على ماتشات مهمة فيما بعد ما فيش وقت للراحة ما بين المسلمين هيخش على دور الأبطال وبعد كده هيخش على لقاء السوبر الإفريقي فماتش 22-7 بتمنى من اتحاد الكورة يكون فيه طاقم تحكيم أجنبي على أعلى مستوى دي ما كاسب الأهل في مباراة بيرامدز لخطاء التحكمية المؤثرة اللي كانت كادت أن تعصف بالنتيجة وتؤثر على فوز الأهل على بيرامدز بالأمس ولكن هل الأهل لسه في نشوة الانتصار والفرح؟ لا أفل الملف ومن النهاردة بيفكر في ماتش مودرن سبورت يوم الثلاث عشان كده النهاردة مرسل كولر استقنف التدريبات وفيه تمرين إن شاء الله للنادي الأهل مساء اليوم استعدادا للقاء مودرن سبورت البرنامج الإعداد الفترة اللي جاية التحضير لمواجهة مودرن سبورت اللي هيعمله كولر في الأيام اللي جاية هلا يبقى فيه روتيشن ولا لأ كل ده نروح دلوقتي نعرفه من خلال زمننا كريم أحمد موفد قناة الأهلي في مقر النادي الأهلي في مساء الخير عليك زميني العزيز محمد سعيد كل التحية لك والكل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي العظيم آخر الأخبار عندك والجديد قبل استقناف الأهلي للتدريبات استعدادا لمواجهة مودرن سبورت بعد نشوة الفوز على بيرامدز بالأمس بالتأكيد طبعا بمبارك للاعبة النادي الأهلي الجهاز الفني لعبين على الأداء الكبير جدا للشخصية النادي الأهلي المعتاد الإصرارة محمد اللي احنا شفناه مباراة صعبة ومباراة كان لابد أن تحصل فيها على الثلاث نقاط مهما كانت غياباتك ومهما كانت الطقس والمناخ ودرجة الحرارة كل الظروف دي الحقيقة النادي الأهلي حضر بشكل كبير وبشكل مميز جدا لهذه المباراة الشخصية هي اللي حسمت هذه المباراة أنت يكون عندك الرغبة الكبيرة جدا أنت مهما كانت الظروف اللي قدامك أنت تحقق هذه المباراة بنقاطها للثلاث بالأداء المميز جدا بالروح والشخصية الكبيرة المعروفة عن النادي الأهلي عشان كده بنقول لعبة النادي الأهلي تستحق التحية والتقدير ظرف صعب ضغط كبير تحدي كبير زي ما قلنا محمد أكتر من مرة ما بتلحقش تحضر من كل مباراة المباراة لابد أن أنت يكون عندك دوافع متجددة الراجل بيبزل كل المجهود مع كل لعاب النادي الأهلي بيقوم بروتيشن مميز جدا متطلبات المباراة بيحاول أن هو يوصلها لعابين بالشكل النظري بعد كده بالشكل العملي فيه للتدريبات عشان كده النادي الأهلي ظهر بأديل الصورة المميزة جدا أمس بنسبة للمباراة نتيجة كانت مهمة جدا أداء كان مهمة جدا لكن النادي الأهلي عودنا محمد لحظات بسيطة بتفرح بتقفل الملف تماما بكل ما فيه بفرحته بنقاطه بكل ما المكاسب أيضا كمان اللي كانت في المباراة بتبدأ تحضر للمرحلة القادمة اللي هتكون أصعب من المرحلة الماضية عندك عشر مباراة مهمين جدا مطالب أن أنت تفوز في العشر مباراة وهي مباراة كقوس كالعادة لفريقه لنادي الأهلي عشان كده النهاردة يمكن مستر كولر مع المجهود الكبير اللي بوصل خلال المباراة الأمس الرجل بيحاول في كل مرة يدي راحة مثلا يوم التالي وبعد كده يستاني في التدريبات لكن الرجل قال النهاردة لابد يكون في ريكاوري مهم جدا ريكاوري شامل لكل لعب النادي الأهلي استشفى تدليك كل الأمور الخاصة به عودة اللعبين للتدريبات تكون بكل خوة بكرة يكون أجازة لفريقه لنادي الأهلي ومن بعد طبعا بكرة إن شاء الله بإذن الله يستاني في النادي الأهلي تدريباته استعدادا لمباراة مدن سبورت المباراة أيضا كمان الغاية فيها الأهمية لفريق النادي الأهلي الحمد لله محمد يعني زي ما بقولك لعب النادي الأهلي مش أقول فرحانة بشكل كبير لكن لعب النادي الأهلي راضية بشكل كبير جدا عن الأداء المماز اللي هي قدته أمس وأيضا كمان عرف أهمية المرحلة القادمة مستر كولر اتكلم على أن إحنا محقناش حاجة مباراة وانتهت بثلاث نقاط كونها كأي مباراة في بطولة الدور العام الأهم هو اللي جاي الأصعب هو اللي جاي عشان كده طالب كل لعب النادي الأهلي بالتركيز الكبير بأن كل واحد يكون عنده التضحية كل واحد يكون عنده إنكار زاد كبير جدا عشان يكون اسم النادي الأهلي هو النجم اسم النادي الأهلي يكون على منصة التطويج واستطيع النادي الأهلي بمشيئة الله أن يعتلي قمة الدورة ومنها الحفاظ إن شاء الله على لقب بطولة الدورة العام على لقب الغالي جدا عند كل جمهور النادي الأهلي النقاط طبعا بنطمن فيها كالعادة كل جمهور النادي الاهلي على اللاعبين العائدين التأهيل للإصابات كل الأمور دي كان النادي الاهلي فقط أمس عمر السلية وعمر كمال بالنسبة للإصابة لكن عمر كمال الحمد لله يعني اتطمننا إن شاء الله بإذن الله يكون متواجد فيه التدريبات عمر السلية ألم السمانة بس النهاردة يكون فيه فحص طبية أو اختبار طبية ليها اللي هيكون بشارك فيه التدريبات الجماعية أو يبقى الحال على ما هو عليه أنه هو أيضا كمان يبدأ يأهل خلال 48 ساعة القادمين أيضا كمان بيرسي تاو بطمنكم نطمن جماهيرنا إن شاء الله بإذن الله بيرسي تاو جاهز بكل قوة بمشيئة الله للمباراة القادمة مباراة مودرن سبورت اللي إن شاء الله بإذن الله ستقام على أستاذ القاهرة المباراة مؤجلة أيضا من الجولة السبعتاشر يمكن هم دولة لثلاثة إصابات محمد اللي عندنا أو يمكن الناس حب أن هي تسمع عنها معلول أيضا كمان ماشي بشكل طيب جدا بالنسبة للتأهيل لكن بإذن الله عمر كمال وتاو يكونوا متوجدين في قائمة فريق النادي الأهلي المباراة قادمة محمد بإذن الله زي مننا كريم أحمد موفد قناة الأهلي شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإضاحات وقال كلام مهم جدا بشأن عمر كمال بإذن الله يكون موجود في التدريبات السلية لسه يتطمنوا على موضوع إصابة السمانة وبيرسي تاو إن شاء الله ممكن يكون جاهز على مواجهة مودرن سبورت أتمنى يا رب تكون إصابة السلية بسيطة ما تبقى زي ما أريد إنه ممكن لقدر لا يكون الإصابة حتى نهاية الموس وبالتالي لا يستكمل مشوار الدوري مع الأهل محتاجين كل اللعيبة أو كل اللعيبة في المباريات اللي جاية وإن شاء الله نطمئن عليهم بعد تدريب النهاردة وبكرة راحة والاستعداد يوم الاتنين والدخول في مواصقة لمواجهة مودرنيوم الثلاثة نخرج إلى فاصل ثم نواصل لقاء السوبر الإفريقي ما بين الأهلي والزمالك بالأمس الاتحاد الإفريقي أعلن رسميا عن إقامة المباراة يوم سبعة وعشرين تسعة في الرياض الملف ده مهم جدا وكان فيه كلام كتير بيتقال عليه الفترة الأخيرة ومعظم الكلام اللي كان بيتقال هات ولكن احنا هنا أنا فاكر في حلقة يوم سبعة وعشرين خمسة في نفس اليوم اللي طلع فيه نفي أنه ممكن المباراة تتلاف في السعودية طلعت هنا وقلت المباراة في السعودية بنسبة كبيرة جدا وفكرة أن الاتحاد الإفريقي هينظم المباراة يوم خمسة وعشرين ستة قلت الكلام ده عاري تمام من الصحة ارجعوا للحلقة يوم سبعة وعشرين خمسة الحلقة موجودة على صفحات القناة عبر الفيسبوك وعلى الإستجرام وكمان الحلقة بالكامل موجودة في اليوتيوب وقلت كمان أن الاتحاد الإفريقي الفترة الحالية أجازة وعشان ياخد قرار في ماتش السوبر الإفريقي مش قبل شهر سبعة زي لو من دول يعني خد القرار وأكدت وعيدت وقلت أن المباراة إذا تلعبت هتتلعب في شهر تسعة أو ممكن في شهر عشر شوفوا الكلام ده من إمتى؟ احنا بنتكلم من حوالي شهر ونص وبالفعل في الساعات الأخيرة كان فيه تطورات كتيرة جدا أنا أتبقى أقول لكم الكواليس سيبكم بقى من فكرة أن الماتش خلال سبعة وعشرين تسعة في السعودية ده مفوش جديد ولكن خدوا بقى الجديد فكرة أن كان فيه كلام على أن المباراة هتتلعب في قطر الكلام ده كان عاري تمام من الصحة ما كانش فيه أي نقاش تماما على فكرة أن المباراة هتتلعب في قطر وكان الموضوع من دي وان المباراة هتتلعب في السعودية طب إمتى؟ فين؟ إزاي؟ حفلة المباراة نفسها تتعامل إزاي؟ مفاجئة الإعلان عن المباراة هتتقدم إزاي؟ كل التفاصيل دي كانت بتتناقش في الفترة الأخيرة الإنتاج التليفزيوني البث الفضائي تفاصيل كتيرة كانت بتتناقش الفترة إلى أخيرة عشان كده كنت من البداية حريصة أأكد لحضراتكم أن المباراة هتتلعب في السعودية ولم أتراجع خطوة واحدة وقلت للمباراة في السعودية وما كانش فيه عروض بمعنى كلمة المناقشات والمنافسات وتفاصيل كتيرة لا هو الهدف من البداية المباراة في السعودية وفي نفس الوقت كحتى لما مصر أعلنت أن هي طلبة نظم المباراة أنا وقتها حتى تكلمت مع مسؤولين على فكرة في اتحاد الكورة والطول ما جماعة الملف ده عشان يتنظم لازم تقدم عرض مالي لاستضافة اللقاء لأن الاتحاد الإفريقي عايز يستفيد بأكبر عائد مالي من استضافة هذا الحدث الكبير أهل وزمالك في السوبر إفريقي ما بتتقررش إلا كل كم سنة المباراة دي بتتقرر بعد 30 سنة من 94 إلى 2024 ما حصلتش شوفوا 94 في جوانسبرج وبتتقرر دلوقت بعد 30 سنة وهتبلاح في الرياض فأكيد عايز يكسب منها مكاسب كبيرة وأنا بقول لكم الاتحاد الإفريقي من المباراة دي هيكسب له مش أقل من 5 إلى 7 مليون دولار على الأقل من 5 إلى 7 مليون دولار مكاسب كبيرة جدا في التفاصيل كتيرة جدا هنشرحها في الفترة اللي جاية ولكن رسميا المباراة يمجمعة 27 تسعة في الرياض الملعب لغاية اللحظة اللي أكلمكم فيها لم يتحدد الملعب بشكل رسمي في ملعب كتيرة موجودة طبعا في الرياض الأهل وزاك لعبوا في ملعب الأول بارك في عرينا في الرياض وكان الأهل كسب الزمالك في نهاية الكاس ولكن رسميا دلوقتي الملعب لم يتحدد إقامته بنسبة كبيرة هافين يعني بشكل رسمي ونهي احنا لازم نقول الموضوعات أو المعلومات الرسمية فرسمي لسه الملعب يوم الجمعة غالبا بنسبة كبيرة التوقيت هيبقى في حدود حوالي الساعة 8 أو 9 بالليل ده بنسبة كبيرة فالملعب زي ما قلت الحرقكم لسه مش أكيد ولسه مش رسمي وهتبقى فيه زيارات الفترة اللي جاية لأن أكيد الاتحاد الأفريقي ليه فلسفة معينة في استضافة مثل هذه الأحداث القروية طيب الحضور الجماهيري كلام كتير بيتقال إن فيه نسبة حضور جماهيري والأهل بطل دوري الأبطال فهيني نسبة حضور جماهيري معينة والفريق الضيف هيكل نسبة حضور جماهيري معينة أنا سألت في الملف ده اللي أنا شايف إشاعات كتيرة جدا بتتقال في السوشيال ميديا ليحة وقانون ما فيش حاجة بتقول الكلام ده السوبر الإفريقي ما فيش ليحة بتقول تسعين في المية وعشرة في المية خلونا نتكلم بس بواقعية وبلواية حسبوكم من الناس اللي بتحاول تعمل تريند على السوشيال ميديا وتديكم معلومات ممكن تعمل إثارة وتعاصمة بين الجماهير احنا هنا دورنا نقدم معلومة بشكل موضوعي أهل وزمالك في السعودية في الرياض ما فيش حاجة اسمها نسبة وتناسب في الحضور الجماهيري هيبقى فيه نسبة قد نسبة في توزيات التزاكل لأنه كمان ما فيش ليحة محددة في السوبر الإفريقي النسبة هنا كان والنسبة هنا كان هتطرح زيها زي كل المباريات اللي بتتلعب أكناها على أرض محايدة عدد هنا معين وعدد هنا معين ونسبة معينة للVIP وإكيد الكلام ده هيعلم في مؤتمر صحفي خلال الفترة اللي جاي فبالتالي كل اللي بتقال في السوشيال ميديا أن تسعين في المية حضور مش عارفين وعشرة في المية الفريق ضيف الكلام ده مش موجود في اللوايح أصلا ده موجود فيه ليحة دوري أبطال إفريقيا لما بتلعب مباراة على أرضك وإنت بتصادف الترجي في نهائي دوري الأبطال ليك كفريق ضيف خمسة في المية من ساعة الملعب لكن ليحة منظمة للسوبر الإفريقي بعدد حضور جماهيري أنا سألت المسؤولين وصناع القرار في الاتحاد الإفريقي قالوا ما فيش الكلام ده وما فيش ليحة بكده ويبقى فيه توزيع متساوية وبنسب محددة في المباراة اللي هتتلعب في الرياض إن شاء الله يوم سبعة وعشرين تسعة طيب الحاجة التانية وطبعا بقى جائزة البطولة فاكرين آخر جائزة كانت خمسمائة ألف دولار لما الأهل لعب اتحاد العاصمة في مدينة الطايف في السعودية والجائزة اللي كانت قبلها كانت مئتين ألف دولار فهلي الجائزة ممكن تزيد؟ ولا هتفضل خمسمائة؟ المعلومات إنه عندي إنه فيه مفاجآت قوية جدا في موضوع مكافآت البطولة وحسب الكلام اللي وصله واسمعته إنبارحه النهاردة في بعض الاتفاقات بتحصل كده إنه ممكن الجائزة يتيتوصل لمليون دولار بطل كأس السوبر الإفريقي في الرياض يوم سبعة وعشرين تسعة اتجاه كبير جدا من الإتحاد إنه ممكن يوصل الجائزة ويضعفها من خمسمائة ألف إلى مليون دولار يعني باترس متسبي عايز يعمل قيمة تجارية وقيمة تسويقية كبيرة جدا للبطولات الإفريقية الفترة اللي جاية تخيل إنت لما بتلعب سوبر إفريقي مباراة واحدة ممكن مجموعة الجوائز توصل لمليون دولار رقم كبير جدا هل حد كان يتخيل إن المتين ألف تبقى خمسمية السنة اللي فاتت لا وأنا بقول لكم الخمسمية ممكن توصل مليون وده ممكن نسمعه الفترة اللي جاية فالمفاجآت كتيرة حفل تنظيم المباراة فيها تفاصيل كتيرة والحفل مش هيكون يوم المباراة بس ده هتبقى فيه فعاليات قبل وأثناء وبعد فبإذن الله إن شاء الله نشوف قرنفال كبير جدا وأنا واصل جدا إن الأشقاء في السعودية هتعمل مباراة على أعلى مستوى العالم العربي والقرى الإفريقية كلها هتستمتع بهذا اللقاء على المستوى الفني وعلى المستوى الجماهيري وعلى المستوى التنظيمي كل شيء من إيته زده هتبقى شايف حدث كبير جدا وبنسبة كبيرة ممكن يتم توجيه الدعوة كمان لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأسيوي لحضور هذا اللقاء اللي هيتلعب بإذن الله في الرياض يوم سبعة وعشرين تسعة طيب ده جانب متعلق بالمباراة هل توقيت اللقاء هيبقى مناسب للأهلي؟ أنا عايز لكم بس قبل موضوع التوقيت المناسب للأهلي على فكرة المباراة دي قبل إعلان مواعيدها وتفاصيلها مبارح بشكل رسمي كان قبلها بـ 48 ساعة كانت ممكن تترحل لفترة تانية يعني كانت ممكن تترحل لفترة تانية ولكن عندي معلومات إنه ممكن السببا الإفريقي ده ما يتلعبش في تسعة ممكن يتأجل ليناير وفبراير ولكن سرعان كده ما حصلت تحرقات كتيرة وتقدمت حاجات إيجابية كبيرة والاتحاد الإفريقي بصراحة كان الحريص إن المباراة تتلعب في المملكة العربية السعودية فعلى طول اتخذ القرار مبارح والاتفاقيات تخلصت ما عايز أقول لكم إيه في ساعات زمن إن المباراة خلاص هتتلعب في الرياض وبالفعل أنت عايز أقول لكم يعني الخبر كان ممكن يطلع إن المباراة من يومين مثلا مش هنلعب في تسعة هتتأجل ليناير لكن بعد دخول تفاصيل كتيرة ووفقات تمت المباراة بعد ما تتلعب في يناير لأ خلاص أوكا جماعة هنلعب في نهاية شهر تسعة وده المعادة اللي قلت لكم قبل كده إن بنسبة كبيرة الكاف عايز يلعب المباراة في شهر تسعة فخلاص رسمية المباراة يوم سبعة وعشرين تسعة طيب تعالوا بقى للجزء التاني هو الأهلي لما يخلص الدورة ستتاشر تمانية هيبقى الخريطة بتاعته إيه الفترة اللي بعدها إذا الدور خلص ستتاشر تمانية وأتمنى الأهلي يحسن بدري الدوري عشان يريح بدري لأن لو فضلت المسابقة مستمرة لستتاشر تمانية أو ممكن تتأجل بعد ستتاشر تمانية تيجي تنبيرامدز يلعب دور تمهيدي في البطول الإفريقية لأن بيرامدز مش مصنف بيرامدز حالياً تبقى للفرق المشاركة مش مصنف فهيلعب دور تمهيدي أول فبالتالي الدوري الأول الدوري بدل ما ينتهي ستتاشر تمانية ممكن يتأجل لآخر تمانية ولو الأهلي و بيرامدز بيكملوا المنافسة على الدوري لغاية آخر جولتين ممكن الأهلي كمان مبارياته الأخيرة في الدوري تتأجل لآخر تمانية هنشوف الربطة وهنشوف اتحاد القراء ياخد قرار إزاي في الموضوع ده بس أكيد هم مستنيين الأهلي يلاعب بيرامدز الأول يوم 22 سبعة ويشوفوا شكل المنافسة هيبقى إزاي فيما بعد بس بعد كده الأهلي هيعمل ايه؟ الأهلي بعد ما يخلص الدوري وقته قليل جدل مش هيبقى فيه راحة انت بتتكلم لو خد راحة يعني إزبوع بالكتير لأن المنتخب الوطني عنده معسقر من 2 ل 10 تسعة كاس الأمم الإفريقية في المغرب والتصفات هتبدأ في شهر 9 طب بعد 10 تسعة هيلعب مباراة 14 تسعة دور التمهيدي الثاني اللي هو بيطلق عليه دور الـ 32 نتيجة التعاول 32 نادي هيلعبه في الفترة دي 14 تسعة لقاء الزهافين يأم مع جرماه يالكيني يأم مريخ جوبا السوداني وبالمناسبة الفرق تيم ما عندهمش ملعب لا كينيا موعتمد فيها ملعب ولا جرماه هيلعب على ملعبه ولا مريخ جوبا السودان هيلعب على ملعبه في جنوب السودان ف14 تسعة الأهلي عنده مباراة في بطولة إفريقيا اللي هو حامل لقابها خارج مصر يلعب لقاء العودة إمتى؟ واحد وعشرين تسعة يبقى بالتالي الأهلي في شهر تسعة عنده مباراة من 14 تسعة مباراة واحد وعشرين تسعة السوبر الإفريقيا 27 تسعة فيه راحة فيه أجازة لو خدنا أسبوع يبقى كويس لو خدنا أسبوع بعد نهاية الدوري هيبقى كويس فبالتالي مشوار الأهلي الفترة اللي جاي زي ما قلت لحضراتكم هيخلص الدوري أسبوع بالكتير راحة يستعد لمشوار إفريقيا بعد أجندة المنتخف في أوائل تسعة يلعب 14 مع الفاز من جرمه يالكيني أو بطل جنوب السودان زهابا 14-9 إيابا 21-9 يستعد للصفر إلى الرياض عشان يلعب 27-9 طبعا هيرجع هيكون في انطلاق دوري فشكرا كده المواسم كلها تلحمت مع بعضها طيب ماتش الأهل والزمالك الأهل يلعب بأي قايمة وده حاجة مهمة جدا محتاجين نتكلم عليها من دلوقتي عشان لو هنعمل صفقات وانتقالات متميزة في الفترة اللي جاية لازم أي صفقة جديدة الأهل يستفيد بيها في لقاء الزمالك بـ 27-9 تكون تسجلت على السيستم قبل 31-8 قبل 31-8 الناس بتقول لي ما هو القد مفتوح في 9 مفتوح في 9 عشان تلعب دور المجموعات الجروب ستيجي اللي هيبدأ في 10 ولكن قايمة 31-8 اللي هتتسجل دي هتلعب بيها 3 مباريات الدور التمهيدي قالها الثاني مع بطل كي أو بطل جنوب السودان ثم لقاء الزمالك يوم 27-9 فأي صفقة جديدة وأي عنصر مهم هيستضيفه وتلعب بيه لقاء الزمالك لازم يتسجل على السيستم قبل 31-8 طيب الاتحاد الفيقي طبعا اعتمد الملاعب وانتوا عارفين كل ما يبقى فيه أدوار سواء للمنتخبات أو لندقاء الكاف بيحدد الملاعب بالمناسبة يمكن الملاعب المعتمدة في مصر ما فيهاش جديد هي هي استاد القاهرة الدفاع الجوي برج العرب استاد السلام ملعب السويس اللي هو ملعب محافظة السويس واستاد هيئة قناة السويس وقضانكم على الشاشة طبعا الملاعب المعتمدة والاتحاد الافريقي أعلنها النهاردة وشايفين طبعا فيه دول قدامها الخانات بتاعتها فضية بوركينافاسو بروندي القنغو الدموقراطية جيبوتي مصر الدمقه هي طبعا الملاعب المعتمدة ست ملاعب وأنا برضو هسأل سؤال فين استاد الأسكندرية فين استاد الإسماعيلية اللي استاد دي اللي تصرف عليها فلوس وتلعب فيها كاس أمم 2019 ليه اللي استاد دي خرجت من الاعتمادات الرسمية للاتحاد الافريقي هل اتحاد القرى اكتفن يبعد ستة بس طبعا احنا شايفين المغرب حتى ستة سبعة وعندها ملاعب لسه مقفولة بس عندها جنوب إفريقيا حتى تسع ملاعب شايفين قائمة ملاعب مصر فين استاد الأسكندرية فين استاد الإسماعيلية يا جماعة اللي ستد دي تصرف عليها فلوس كتيرة جدا من خمس سنين عشان كاس الأمم لازاي تخرج من الأدوار التمهيدية أو تخرج حتى من أجندة المنتخبات في التصفيات الإفريقية أو التصفيات كاس العالم الناس تقول لي مع الأهل مش يلعب هناك ولا بيرامدز أوكي بس في نفس الوقت إفريق فريق جرمه يالكيني عايز يجلعب في اسماعيلية إفريق فريق جنوب السودان حابب يلعب في اسكندرية فرصة أجر ملاعبك هاتي الفريق دي تلعب في هنا بدل ما تلعب في المغرب بدل ما تلعب في المكان تاني ادي مساحة يبقى عندك ستة وسبعة وتسعة ملاعب ما يبقى ستة بس عموما ده سؤال احنا طرحناه ونتمنى يكون فيه إجابة عليه الفترة اللي جاية آخر حاجة الناس بتقول لي سبعة وعشرين تسعة الأهل وزمالك آه يعني يوم الجمعة بإذن الله يعني يبقى السوبر التاسع قول يا رب إن شاء الله ما هو نفس اللي حصل لما الأهل لعب الجمعة برضو مع الزمالك يوم الجمعة وكانت التسعة بتوقيت الأهل هي كلها بس إيه حاجات بنقربها من بعض لعلى وعسى وإحنا بنتمنى إن أفشا يكون موجود والمطش يوم الجمعة وهتبقى البطولة التسعة لعلى وعسى تضرب معنا تاني بإذن الله إن شاء الله ويكون الأهل نصيب الحظ لي بوجود أفشا وفي مباراة يوم الجمعة تكون التسعة من نصيب الأهل التسعة مش في دور الأبطال ولكن تسعة سوبر لأن الأهل عنده تمانية سوبر إفريقي نخرج لفاصل ثم نواصل